جدد المغرب ونيجيريا تأكيد على انخراطهما في بناء شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات لما فيه مصلحة البلدين وأعرب كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية خلال مباحثات عبر تقنية الفيديو أعربا عن رغبتهما في تطوير هذا التعاون والارتقاء بالتبادلات إلى مستوى أعلى وأكد الوزيران في هذا الصدد على جودة العلاقات بين البلدين والتي تسيمها الأخوة والتضامن بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية كما رحب الوزيران بالتقدم المحرز في إنشاء منصة المنتجات الكيموية بشكل مشترك في نيجيريا بقيمة 1.3 مليار دولار والتي ستنتج الأمونيا ومختلف أنواع الأسمدة مشيرين إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية وذات المنفعة المتبادلة تشكل تجسيدا ملموسا للتعاون جنوب جنوب ترجمة نانسي قنقر